جلسة لجنة الاتصالات التي عقدت منذ أسبوعين وهذا المحضر بناء على طلب المدعي العام المالي الذي وجهه إلى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري أصبح في عهدة القاضي المالي ليبني على المعطيات الرسمية التي قدمت في الجلسة ما يفترض أن يبنيه وهذا يعود له وهذا المحضر فيه نقطتين أساسيتين كمعطيات قدمت مع الوثائق والمستندات قدم المعطيات بعض الزملاء المعطى الأول له علاقة بملف شركة جي دي اس التي بقرار من وزير الاتصالات تعمد إلى تمديد شبكة فايبر وأخذ مشتركين خصوصا في مناطق الكثافة في بيروت وبعض مناطق جبل لبنان ومرتبط بملف الجي دي اس ما ذكره أحد الزملاء النواب من معطيات حول الحصول على تجهيزات من مؤسسة أوجيرو وأيضا حول قرارات إدارية اتخذت من قبل الوزارة والهيئة لتسهيل عمل الجي دي اس على حساب أوجيرو النائب الذي قدم هذه المعطيات هو زميل سامر سعادي لأنه بناء على طرحه اليوم أنه حاضر يحكي عن هذا الموضوع بشكل عام وأنه طلب منه أن يحضر إلى عند المدعي العام المالي وبلغنا بالجلسة أنه يتشرف بالذهاب إلى القضاء لتقديم ما لديه من معطيات ومستندات ووثائق وأنه لم يتترس بحصانته النيابية لعدم الذهاب إلى القضاء باعتبار أن الذي ليس لديه شيء يخفيه ولا يخبئه عن القضاء يذهب ويقدم ما لديه من معطيات والذي لا يتورط بأي ملف ما بيكون عنده مشكلة بالذهاب إلى القضاء وبالتالي عنده هذا النائب حصاني نيابي ومع ذلك ما طلع آل لللبنانيين أنه ما خلق ليستدعيني لا راح بملء إرادته وأدم كل المعطيات لعنده وهذا أمر طبيعي أن نلجأ جميعا إلى القضاء في القضايا التي فيها شبهات أو فيها التباسات أو فيها أي تباينات لأنه فيه جهة بالنهاية بدأت تحكم والجهة اللي لازم تحكم هي الجهة القضائية فإذن هذا الملف الأول الموجود بالمحضر الملف الثاني الذي لا يقل أهمية وخطورة موجود في المحضر وطرحه أحد الزملاء النواب وطلب بوضع القضاء يده عليه لهذا الموضوع هو التلزيمات المرتبطة بشبكتين الخلوي يعني ألفة وأمتيسي في ملف لتلزيمات يصل إلى أكثر من 200 مليون دولار له علاقة بتجهيزات وبتركيب محطات وما شابه لكن المشكلة التي طرحت بهذا الملف هو التفاوت في أسعار التلزيمات بين شركي وشركي بمعنى الأجهزة نفسها عدد المحطات متقارب الآلية العمل مفترض أنه هي ذاتها لكن الفرق هو 20 مليون دولار نحن هذا الملف صار ما طرح بالمحضر طبعا الأرقام ما طرحت بالمحضر طرحت خارج الجلسة أنا ذاك هيدا التفاوت بالأسعار بين شركي وشركي مفترض أن نياب العام المالية تتحرك لا نشوف هل هناك هدر لأنه النائب اللي طرح هذا الملف كان عم يأكد أنه هناك هدرا للمال العام طبعا نحكي بالجلسة الماضية هل هناك هدر أم لا يوجد هدر هذا الموضوع القضاء هو اللي بيتوله نحن عم نحكي عن ملفين لهما علاقة بقطاع الاتصالات شيء له علاقة بشركة جي دي اس اللي مطعون بأرار الوزير اللي أعطاها هذا يعني هذا النهر من المال نحن وجهة نظرنا على حساب المال العام مطعون فيه بمجل شورة الدولي ونحن ناطرين أرار مجل شورة الدولي وهذا اتفاقنا عليه بالجلسة الماضية حتى بوجود الوزير أنا ذاك كل ملف التاني قلت هذا التفاوت الكبير في التلزيمات هلأ فيه كمان آلية للتلزيمات مفترض تكون نحن مطلبنا مفترض تكون شفافة أكتر وليش ما بندخل إدارة المناقصات على تلزيمات 200 مليون دولار منه مبلغ صغير حتى لو القانون بيسمح أنه ما تكون ضمن إدارة المناقصات بالهيئة العامة كان فيه مطلب لألنا كلنا أن يكون هناك دور أساسي لإدارة المناقصات في كل التلزيمات التي تجري في الدولة اللبنانية اللي ما عنده مشكلة بيجيب إدارة المناقصات حتى لو القانون بيسمح له هو يلزم فقط من أجل منع الالتباسات منع التشكيك منع منع كل هذه اللي بيسمعوا الرأي العام خلينا نجي على إدارة المناقصات فإذن اليوم محضر الجلسي اللي كانت منذ أسبوعين أصبح بعهدة النائب العام المالي نحن نعطلين أرار القضاء وأيا يكن قرار القضاء نحن كلجنة سنحترمه ومطلوب من الآخرين يحترموا هذا الأرار القضاء سواء يصدر عن مجل شورة الدولة أو عن القضاء المالي وهذا واحد من الأدوار الأساسية اللي عم تقوم فيها اللجنة واسمحوا لي هون يعني هايك بكل تواضع قول أن لجنة الاتصالات قامت بدور رقابي أساسي منذ سنوات مش من المرحلة الحالية وربما في تاريخ المجلس النيابي لم تتحول محاضر الجلسات إلى محاضر في يد القضاء مثل ما تحول محاضر جلسات لجنة الاتصالات نحن صارنا مقدمين محضرين للقضاء فيهم معطيات وأيضا مداخلة بعض النواب رفعوا وقتا عنهم السرية وأعطيوا للقضاء نحن عم نقوم بكل ما يجب أن نقوم به كلجنة رقابية وسنستمر بهذا الدور بمعزل عن الكلام اللي بيطلع من هون أو هونيك من وزير هون أو من شخص هون أو من أي أحد نحن لجنة رقابية سنستمر في عملنا ويمكن لو فيه انتظام عام بمؤسساتنا كنا بنقدر نروح على لجنة تحقيق برلمانية بنروح بنحق بكل هذه الملفات لكن مع ذلك نحن خطونا خطوة جدا متقدمة بأن حولنا ما لدينا من معطيات داخل اللجنة إلى القضاء اليوم المطلوب من القضاء أن يبط بهذا الأمر بأسرع وقت ممكن ليلغي كل التباس ممكن يكون بذهن الرأي العام لأن نحن نحكي عن مئات ملايين الدولارات سواء ما يتعلق بالإيرادات التي بدأت حصلها شركة جي دي أس أو بالتلزيمات الموجودة بشركتي الخلوي هذا بالملف الأول بدأ من خارج جدول الأعمال لأنه فيه طرح لهذا الموضوع نتيجة الذي حصل منذ أسبوعين إلى اليوم وتعرفوا صار فيه اتهامات من أحدهم لنواب حاليين لوزراء متوفين من 19 سنة لأعضاء في اللجنة على كل حال نواب رده وزميل سامر سعادي أبلغ اللجنة أنه سيذهب إلى القضاء للدفاع عن والده الوزير السابق المرحوم جورج سعادي اللي كمان صدرت من الوزير الحالي اتهامات بحقه هذا أمر بتابعه أيضا القضاء فإذا نحن اليوم بالقضاء شو في عنا ملفات علاقة بقطاع الاتصالات ملف موجود بمجل شورة الدولة ملف بالقضاء المالي الملف بالقضاء المالي له ثلاث أبعاد البعد الأول جدي أس و أوجيرو البعد الثاني مفتضل الخلوي والتلزيمات البعد الثالث اتهام الوزير للمدير العام بهدر المال العام في ملف آخر هو قدح وذم أيضا من النائب سامر سعادي يعني هو نجلو للوزير السابق جورج سعادي كمان هذا موجود بالقضاء فكل هذه الملفات أصبحت في عهدة القضاء وإن شاء الله القضاء بيبتلنا فيها كلها الأمر الآخر اللي هو كان ضمن جدوى الأعمال ملف الإعلامي المجتمعون أي لجنة الإعلام وزير الإعلام المجلس الوطني للإعلام نقابة الصحافة نقابة المحررين أكدوا على الآتي أن الإعلام في لبنان يفترض أنه يتحرك من ضمن حدين الحد الأول هو الدستور الذي يضمن الحرية الإعلامية بكل أشكالها للجميع في لبنان وهذه الحرية هي واحدة من الميزات الأساسية التي نتغنى بها جميعا في لبنان والتي نصر عليها ونريد المحافظة عليها وأن نكرسها حتى في الممارسة الحد الآخر هو القانون القانون الذي يرعى عمل الإعلام من جهة في عنا قانون المطبوعات وفي القوانين المرعية الإجراء الأخرى يعني في قانون البث القانون الإعلامي المرعي والمسموع قانون المطبوعات والقوانين المرعية للإجراء الأخرى المجتمعون أكدوا على أهمية الالتزام يعني بهذين الحدين الأمر الآخر الذي أكد عليه المجتمعون بالإجماع أن مؤسسات الإعلام اللبناني بمختلف أشكالها سواء كانت إعلاما مرئيا أم مسموعا أم إعلام مطبوع أم إعلام إلكتروني بعدما تشرع بس كمان هو ضمن القوانين المرعية الإجراء أن هذا الإعلام معني بأن يقدم الرسالة الإعلامية بكل موضوعية وهدوء وحرص على المصلحة العليا للدولة اللبنانية بما فيها مصلحة الاستقرار والسلم الأهلي وتقوية الدولة ومؤسسات الدولة وتعزيز سلطة القانون الذي طالب المجتمعون بأن يطبق على الجميع فيما يتعلق بالأداء الإعلامي على الجميع سواسية ووفق الأصول المرعية الإجراء في القانون لأن نحن كالجنب الدرجة الأولى معنيين بتطبيق القانون نحن مع المجتمعين المعنيين بقطاع الإعلام كلنا تفقنا أنه لازم نطبق القانون نراعي الأصول المرعية الإجراء في القانون أثناء تطبيق هذا القانون وأن يكون على الجميع من دون استثناء في مسؤولية على المؤسسات الإعلامية وفي مسؤولية على من يطبق القانون أيضا مسؤولية على الجميع خصوصا عندما يتعلق الأمر بأزمات وطنية كبرى عندما تتعرض الدولة لاعتداء خارجي أي أن يكن المعتدي ومن أي جهة كانت المعتدي الخارجي يفترض أن نكون جميعا موحدين لصد الاعتداء الخارجي وعندما نكون أمام أزمة وطنية يفترض أن نكون جميعا موحدين لمواجهة الأزمة الوطنية والإعلام أيضا معني بهذه الوحدة فإذا هذا له علاقة بالوضع الإعلامي العام خصوصا في المرحلة السابقة نأشنا مشروع نقابة المحررين مشروع عنون نقابة المحررين الذي مقدموا وزير الإعلام وكان في بعض الإشكالات تمت معالجتها لكن لم يصل هذا المشروع بعد إلى المجلس النيابي عندما يصل إلى المجلس النيابي سنقوم بواجبنا الكامل الأمر الآخر الذي نقشناه هو وضع تلفزيون لبنان تتذكروا بالهيئة العامة عندما نقشنا موازنة وزارة الإعلام موازنة تلفزيون لبنان أنا طرحت هذا الملف على رئيس الحكومة ووعدنا أنا ذاك بأنه في أقرب جلسة سيتم تعيين مجلس إدارة لتلفزيون لبنان نقشنا هذا الأمر ونحن نطالب الحكومة بأول اجتماع لإله عندما تجتمع أن تعالج لنا هذه المشكلة وأن تعين لنا مجلس إدارة لينتظم العمل لأنه فيه مشكلة كبيرة داخل تلفزيون لبنان تحتاج إلى معالج الأمر الآخر الذي أثير أن هناك شركات خاصة تحاول وضع اليد على البث التلفزيوني عبر الكابل عم تعمل يعني هيك شركة موحدة لإحتكار هذا الموضوع طلح هذا الملف داخل اللجنة من أحد الزمل النواب وطلبنا بشروحات أكتر لنعرف ما يصير فيه احتكار بالمستقبل لهذا الموضوع أم لا ها هي الأضايا التي نقشناها اليوم في لجنة الإعلام والاتصالات أريد أن أختم لأقول نحن سنكمل عملنا الرقابة بمعزل عن كل سجال يمكن أن يحدث عن أي اعتراض أو أي نقد والنقد هو أمر طبيعي إذا يكون وفق الأصول لكن اللجنة رغم كل الظرف السياسي اللي يمر في البلد ستستمر في عملها ونتأمل أو نأمل في القريب العاجل أن تجتمع الحكومة حتى الوزراء لا يعتبروا حالهم بهذه المرحلة الفاصلة وضمن هذه الأزمة أنه عندهم حرية كاملة بالتصرف والتفلت من القوانين ومن الرقابة البرلمانية وروحوا يصرفوا مثل مبدن ويلزموا مثل مبدن ويشتغلوا مثل مبدن آخر شيء بدأت رجع تنتظم الأمور ونحن مثل ما قلت نأمل في القريب العاجل أن تجتمع الحكومة وتعود الأمور إلى طبيعتها وأن تعود الهيئة العامة إلى الاجتماع ويكون في عنا جلسات للأسئلة والاستجوابات ولمناقشة الحكومة ويكون في عنا انتظام عام بكل مؤسساتنا لأنه غيمة وراحة عن البلد والحمد لله هاينا رجعنا كلنا على مؤسساتنا نشتغل وكلنا لازم ناجح عن انضبط بالقانون الذي يفترض أن يرعى الجميع ويعطيكم العافية وشكرا للكم تعبناكم معنا نحن بالجلسة الماضية أثرنا من على هذا المنبر التأخير الحاصل في البت بالطعون المقدمة من قبل نقابة موظفي أوجيرو من الاتحاد العمالي العام أمام مجلس شراء الدولي نحن نطالب القضاء لأن الملف موجود عند القضاء واليوم في القضاء المالي أيضا يتابع هذا الموضوع أنا قلت باللجنة في المرة الماضية أن هذه الشركات ليس لدي حقوق مكتسبة عند الدولة اللبنانية إذا بيطلع قرار قضائي بيطعم بأرار الوزير أو بيطلع قرار قضائي من القاضي المالي بحق هذه الشركات ما إلى أي حقوق مكتسبة وأكثر من هيك أنا اجتمعت بشركة جدأس بناء على إلحاحهم وعلى طلبهم وعلى وساطة أحد النواب اجتمعت فيهم بمكتب الكتلة بحارة حريك وقلت لهم هذا الكلام أنتم غير محصنين قضائيا وأنتم غير محصنين قانونيا إذا بيتبدل الوزير بيجي وزير عنده رأي تاني مثل ما أعطاكم أرار فيه أرار تاني وما ألكن حق الطالبه بأي مكتسب لأنه أنتم عم تشتغلوا خلاف القانون حتى لو أعطاكم الوزير هذا الأرار عقل حال فيه طعن أنا إذا يجد طعن بكرة ووفق له للوزير بيكون هذه مسؤولية مجل الشورة الدولة إذا المدعي العام المالي ووفق له بيكون هذه مسؤوليته نحن بنكون عملنا لعلينا لكن إذا تغير الوزير وبتعرف الحكومات تتبدل في لبناء بعد ستة شهور فيه انتخابات ومعروف أنه فيه مداورة بالوزارات بشكل للتفاعل مرة الماضية يعني بريد تغير الوزير على الأغلب هلأ بقيه وزاته فيه قضاء عم يشتغل إذا تغير الوزير وإجا وزير تاني وعطاهن وطلع عرار بإلغاء هذا الامتياز اللي أخدوه شو بيصير فيهم هنه شو بيصير فيهم هنه بتحملوا مسؤولية عملهم هنه يفايتين بمغامرة معتمدين على تغطية سياسية وعلى دعم سياسي هذا الدعم السياسي بيتبدل لبنان معروف أنه ما بيبقى على حاله الأمر من هون مدرنا كم سنة هذا المال مال الدولة نحن معنيين ندافع عنه هذا المال مفترض يجي لأوجيره رح يروح لشركة خاصة نحن عم نقوم بواجبنا وناطرين القضاء بس هل هذا الدعم يروح خصوصا أنه معروف أنه هي عبارة عن شراح لأطراف سياسيين متعادلين الجهات السياسية لأنه ما عندي المعطى الكامل مين هي الجهات اللي بتوقف وراء هذه الشركة ومن هن المالكين الحقيقيين أبدا نشتغل بالآنون بالمستندات والوراق اللي بين إيدينا نحن وقتنا عم نشتغل بالآنون رحنا للقضاء وناطرين بس أنا بقول لهم له الشركة أنه أنتم دخلين بمغامرة استثمارية يمكن عم تكونوا ضحية قرارات مستعجلة وهذا قلت لهم إياه باللقاء معهم ضحية قرارات مستعجلة بس تتبدل هالوزارة ويجي وزير عنده رأي تاني بدي يلغي لكم هذا الأرار ما بيقدر يكمل فيه ونحن اعتقادنا ما في هيئة رقابية أو قضائية يمكن إذا بدأت تشتغل وفق النص الدستوري والآنوني تقبل بأرار لصادر عن الوزير لأنه ما في أي استشارة من أي جهة رقابية أرار وزير على ورقة ورقة لزم شركة أنه تاخد كل هذه الحقوق ويجي وزير تاني بيلغي وصارت بمحلات تانية صارت نحن كالجني تفقنا على هذه المبادئ أن الأصول القانونية يفترض أن تطبق أصول القانونية المرعية الإجراء وعلى الجميع وبعتقد هذا موقف واضح وصريح إذا في أي مخالف للأصول القانونية ما حدا بيقبل فيها وبخاصة لجنة مثل لجنة الإعلام منذ البداية وقت اندخلنا على هذه اللجنة من سنة 2005 كنا من أكثر اللجان التي تصدت لملف الحريات العامة بمعزل عن من هو الصحفي من هي المؤسسة من هي الجهة الحرية حرية لكن في أصول قانونية هل أننا لم نجد الملف وردنا إذا في مخالف للأصول القانونية أم لا هذه بدأ المحامين بدأ القضاء بدأ الجهة المعنية المؤسسة أو الجهة القضائية إذا في مخالف لأي من الأصول القانونية نحن لا نقبل فيه بهمنا تطبيق القانون هذا هو موقفنا تطبيق القانون وحتى أحيانا يصبح نئاش هل يجوز الإدعاء على الإعلام أو على المؤسسة خارج قانون المطبوعات كان فيه معنى زمل محامين قالوا أنه بالآنون أي يعني بيقدر الواحد يروح لعند مدعا عام التمييز بيقدر الروح أي مواطن يعني بده يدعي على أي مؤسسة إعلامية لكن نحن دعوتنا كانت إلى احترام الأصول القانونية في مثل هذه القضايا بآنون النقابة بآنون النقابة الجديد اللي بلغنا عنه الوزير بيقول في حصانة لأنه بالآنون الحالي ما في مدّة اسمها حصانة يعني الوزير بيتحصن ما بيروح لعند القضاء بقضية بمئات ملايين الدولارات لأنه عليه حصانة ما بيروح بالآنون الجديد اللي طرحه وزير الإعلام في حصانة أن لا يلاحق أي إعلامة من دون إذن النقابة المسبق مثل المحامين مثل الأطباء لكن الآنون الحالي لا ما فيها الحصانة للأسف حتى الآن ما وصلنا من مجلس الوزراء مفترض يوصلنا وفق الأصول الآنونية اللي فهمنا اليوم أنه خلال الأيام القليلة المقبلة مفترض يوصل على المجلس النيابي لأنه كان فيه إشكال معين مع نقابة الصحافة تمت معالجته بالجلسة الماضية لم يتابع هذا الموضوع طبعا الجلسة الحالية كانت مخصصة لأضايا الإعلام لكن ببدايتها على ضوء ما حصل في الأسبوعين الماضيين ترح هذا الموضوع على كل حال هذا ملف من الملفات ممكن كمان نحن نتابعه في لجنة الاتصالات لأنه كل ما يتصل بالرقابة على أداء الوزارة سنستمر فيه وأي محل نشوف فيه هدر للمال العام أو مخالف للأنون سنضوع له ونحاوله على القضاء ومفترض القضاء يأخذ الموقف المناسب يعطيكم العافية إذن استمعنا إلى بيان رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله بعد الاجتماع الذي عقادته لجنة الإعلام والاتصالات وتناول فضل الله ملفات عديدة أبرزها الملف المتعلق بتسليم النيابة العامة التمييزية محضر جلسة لجنة الاتصالات التي عقدت منذ أسبوعين وهم ينتظرون قرار القضاء والملف الثاني متعلق بالتلزيمات المرتبطة بشبكتين الخلوي ألفا وتاتش والمشكلة التي طرحت هي تفاوت بأسعار التلزيمات بين شركة وأخرى واعتبر النائب فضل الله أن القضاء مسؤول عن القضية التي تقدموا بها وهي في عهدة النائب العام المالي والمطلوب من الآخرين تقبل واحترام الآراء مهما كان الحكم الذي سيصدر عن القضاء وقال أن لجنة الاتصالات هي الوحيدة التي منذ بدء عملها هي الوحيدة التي تقدم محاضر جلسات لجنة الأعلام والاتصالات أمام القضاء وقال إذا كانت هناك مخالفة لا أحد يقبل بها لا سيما اللجنة وهناك أصول قانونية يجب احترامها وفي الملف الإعلامي أكد أن المجتمعين أكدوا أن لبنان يتحرك في إطاره الإعلامي ضمن حدين الدستور والقانون وهي من الميزات التي يتغنى بها لبنان وأكد المجتمعون على ضرورة الالتزام بالدستور والمؤسسات العالمية مرئية مسموعة ومكتوبة والإعلام الإلكتروني معنيون بأن يقدم الرسالة الإعلامية بموضوعية وحرص على مصلحة الدولة ومؤسساتها كما أضاف أن اللجنة ناقشت وضع تلفزيون لبنان والحكومة مطالبة بتعيين رئيس مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان لأن هناك مشاكل عديدة يجب معالجتها أما عن بعض الشركات التي تحاول احتكار الفضاء التلفزيوني فاللجنة تعمل على الرقابة هذا كان كل شيء شكرا للمتابعة وإلى اللقاء